امتحان باكالوريا في مادة التاريخ والجغرافيا بارد دورة 2017 الشعب العلمي الموضوع الأول مع التصحيح التاريخ الجزء الأول ستة نقاط أولاً وقد أدى تفتر الاتحاد الصوفياتي وإنهياره كدولة تطبية إلى التعديل في هيكل النسق العالمي حيث أصبح يعتمد على قوى تطبية واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية التي راحت تستفيد من ذلك التفوق في تقعيص صورة علاقات القوى على مستوى النسق العالمي من خلال ما يعرف بالنظام العالمي الجديد ومطنعات التسيطرة بإطار من الشرعية الدولية وذلك من خلال سيطراتها على منظمة الأمم المتحدة المرجع أحمد وهبان ممدوح نصار العلاقات السياسية بين القوى الكبرى صفحة 356 المطلوب اشرح ما تحته خط في النص ثانيا أكمل الجدول التالي الحدث وتاريخه 19 مارس 1962 ميلادي تأسيس حلف بغداد الثالث أرتوبر 1999 ميلادي الجزء الثاني أربعة نقاط أدراتت السلطة الفرنسية أهمية الدعم الإقليمي والدولي في نجاح الثورة الجزائرية وإزديات فعاليتها باستخدمت كل الوسائل الحد من هذا الدعم المطلوب انطلاقا من العبارة واعتمادا على ما درست أرتم مقالا تاريخيا تبين فيه أولا الإجراءات التي قامت بها السلطات الفرنسية لعزل الثورة عن الخارج ثانيا ردت فعل الطورة الجزائرية على هذه الإجراءات الجغرافية الجزء الأول ستة نقاط أولا إن الوزن الديمغرافي والاهتمام الفعلي لدول المنطقة الشرق وجنوب شرق آسيا ووفرة اليد العامل المؤهلة والبحث عن الربح والاندماج لارتصاد الرسمالي كلها مقومات ساهمت في إبراز المنطقة ترطب ارتصادي أساسي في العالم في القرن الواحد والعشر المرجع الكتاب المدرسي السنة الثالثة ثانوي صفحة 76 المطلوب اشرح ما تحتوي خطف النص ثانيا إليك جدولا يمثل نسبة مستخدم الأتنات في بعض دول العالم لسنة 2015 الدول والنسبة المئوية المصدر هيئة الأمم المتحدة 2016 المطلوب علق على الجدول الجزء الثاني أربعة نقاط يقسم العالم اليوم ارتصاديا إلى عالم الشمال المتقدم وعالم الجنوب المتخلف وذلك باعتماد عدة معايير ومؤشرات منها الارتصادية والثقافية والاجتماعية المطلوب انطلاقا من العبارة واعتمادا على ما درست ارتب مقالا جغرافيا تبين فيه أولا المعايير الارتصادية والاجتماعية ومؤشراتها المعتمدة في التصنيف ثانيا الصعوبات الارتصادية التي تواجه بلدان العالم المتخلف نتطرق الآن للإيجابة النموذجية أي الحل التاريخ الجزء الأول أولا شرح ما تحته خطف النص دولة قطبية دولة مؤثرة على العلاقات الدولية استرطبت الاتحاد الصوفياتي عددا من الدول الشيوعية في إطار الحرب الباردة وقد تزعمت المعصر الشيوعي النظام الدولي الجديد هي الأسس والمبادئ التي أصبحت تسير وفق العلاقات الدولية في ظل انفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالزعامة الدولية بعد انهيال معصر الشيوعي في سنة 1989 الميلادي وسعيها إلى أمريكا العالم في إطار الأحادية القطبية الشرعية الدولية مبدأ سيادة القانون الدولي في إطار المواثيق الدولية والتي تمثلها هيئة الأمم المتحدة ثانيا إتمال الجدول الحدث وطف إطلاع النار تاريخه التاسع عشر مارس 1962 ميلادي تأسيس حلف بغداد في الرابع والعشرون فيفري 1955 ميلادي توحيد الألمانياتين في الثالث أرتوبر 1969 ميلادي الجزء الثاني مقدمة من بين العوامل التي ساعدت على نجاح الثورة الجزائرية وتعاظ ما خطرها على الوجود الاستعماري هو الدعم الخارج الإقليمي والدولي فعاملت فرنسا على منعها والحد منه بمختلف الوسائل والأساليب أولا الإجراءات التي قامت بها فرنسا لعزل الثورة عن الخارج اتهام طوى الدول الخارجية بإثارة المشاتل في الجزائر مصر ويغسطلابيا الأسلات الشائطة المتهربة على الحدود مع المغرب وتونس الدعاية الإعلامية لتضلير الرأي العام الفرنسي والعالمي حول مغزى الثورة المشاهدة في العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956 ميلادي بسيقية سيدي يوسف التونسية في سنة 1958 ميلادي المناورات السياسية والديبلوماسية لتحييد المواقف الدولية من القضية الجزائرية ومنع تدويلها النشاط الدبلوماسي والانسحاب من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ثانيا رد فعل الثورة الجزائرية على هذه الإجراءات ترثيف النشاط الدبلوماسي للتعريب القضية الجزائرية في المحافل الدولية مؤتمر باندوند 1955 ميلادي الأمم المتحدة النشاط الإعلامي لتنفيذ الدعاية الفرنسية وتأتيت شرعية الثورة إذاعة صوت الجزائر جريدة المجاهد المشاركة في المهرجانات العالمية رياضية وثرافية إنشاء الحكومة المؤقتة الجزائرية سنة 1958 ميلادي إنشاء جيش الحدود للتتفل بجلب الأسلحة والماءونة من الخارج إنشاء فيدرالية جبهة التحرير في فرنسا تعبيات المهاجرين لدعم الثورة خاتمة استطاعت الثورة التحرورية أن تجابها الاستراتيجيات الفرنسية على مختلف الأصعد والمستويات وتحقق هدفها في تخليص الجزائر من السيطة الاستعمارية الجغرافيا الجزء الأول أولا شرح ما تحته خطف النص الوزن الديمغرافي القوى البشرية التي تمثل طاقة إنتاجية واستهلاتية ما هو الحال في شرق وجنوب شرق آسيا ما يقارب واحد على ثلاثة من ستان العالم الارتصاد الرسمالي الارتصاد الليبرالي الحر المتمارس على الملتية الخاصة لوسائل الإنتاج والمنافسة الحرة والمبادرة الفردية رطب ارتصادي منطقة تمثل قوة ارتصادية مؤثرة فعالة في الارتصاد العالمي من خلال قدرتها على الجذب رؤوس الأموال واليد العاملة والمواد الأولية والتكنولوجيا ثانيا التعليق على الجدول الوثيقة جدول إحصائي لمستخدمي الأنترنات في العام سنة 2015 ميلادي مصدره هيئة الأمم المتحدة التباين الكبير في نسب استخدام الأنترنات بين الدول في العالم ارتفع نسبة استخدام الأنترنات في الدول المتقدمة الدانيمات إيسلاندا اليابان النرويج فنلندا بنسبة تتعدى 90% نتيجة التطور التكنولوجي وتوجه هذه الدول نحو رقمانة مجتمعاتها ضعف نسبة مستخدمي الأنترنات في الدول المتخلفة أندانوسيا الهند كوبا ميس ونيجيريا نتيجة تخلفها التكنولوجي فهذه النسبية إنعكاس للمستوى المعيشي والثقافي لشعوب هذه البلدان نسبة مستخدمي الأنترنات مؤشر على تقدم وتخلف الدول الجزء الثاني مقدمة تتداخل عدة معايير ومؤشرات ارتصادية واجتماعية في تصنيف الدول إلى متقدمة ومتخلفة أولا المعايير ومؤشراتها الارتصادية والاجتماعية المعتمدة في التصنيف الناتج الوطني الخام مرتفع في الدول المتقدمة ومنخفض في الدول المتخلفة حجم استهلات الطاقة والمواد الأولية قدرت الدول المتقدمة على استهلاتها بتميات ضخمة والتعثير في سوريا عرس الدول المتخلفة نسبة المساهمة في التجارة العالمية الدول المتقدمة تتاد تحتكر التجارة العالمية تما ونوعا وتسيطر على أسوات المال عرس الدول المتخلفة بنية الاقتصاد في الدول المتقدمة كل القطاعات تساهم بنسبة عالية في الناتج الداخل الخام عرس الدول المتخلفة حيث يبنى اقتصاده على قطاع واحد الدخل الفردي مرتفع في الدول المتقدمة ومنخفض في الدول المتخلفة يأتيس المستوى المعيشي معدل التنمية البشرية مرتفع في البلدان المتقدمة أرثر من صف فاصل ثمانية والعرس في البلدان المتخلفة ثانيا الصعوبات الارتصادية التي تواجه بلدان العالم المتخلف قلة المواد المالية وتذبذب المداخل لاعتمادها على مصدر واحد للدخل التبعية الارتصادية والمالية والتقنية والغذائية ضعف البون التحتية خاصة المواصلات التخلف التكنولوجي الذي عط على عملية التنمية ثقل الديون وما يترتب عنها من فوائد وضغوط اقتصادية ارتفاع أسعار المواد المصنعة والغذائية المستوردة وانخفاض أسعار المواد الأولية المصدرة خاتمة ضرورة التكامل والاستغلال الأمثل للمواد البشرية والاقتصادية لدول العالم الثالث ملاحظة تقبل كل الإجابات الصحيحة الأخرى بالتوفيق لجميع طلبة البكالوريا اللهم يجعلني نورا في قلبي ونورا في نظري ونورا في سمعي ونورا في لساني ونورا في بصري ونورا في بدني ونورا في روحي ونورا في وجهي ونورا في شعري اللهم يجعلني نورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد